انتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الفريق أول فانسين توم توندوري قائد قوات الدفاع الملوية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الملوية بالقاهرة تناول هذا اللقاء سبل دعم علاقة التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين إضافة إلى بحث أفاق التعاون المشترك بين البلدين التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الفريق أول فانسين توم توندوري قائد قوات الدفاع الملوية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الملوية بالقاهرة وكانت قد أجريت مرسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث أفاق التعاون المشترك بين البلدين عقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية الملوية تناولت عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين وأكد الفريق أول فينسين توم لندوي على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وملاوي مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كافة دول القارة الأفريقية من جانبه أكد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة وأن ما تم التوصل إليه خلال المباحثات يلبي طموحات الجانبين في زيادة التعاون العسكري المشترك حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري المالوي بالقاهرة اشتركوا في القناة